السلام عليكم و مرحبا بكم وصفة اليوم لكيك يومي ناجح مع عصير صغير حتى يأتي لونتا و هكذا فاتح و في نفس الوقت يأتي بنين و لا يأتي قلبه مدكن يأتي خفيف هذه الوصفات مع قهوة العصر يأتي خفيفة و تتحضر بسرعة يجب عليكم انتظروا الفيديو و فرجها ممتعة ان شاء الله عندي 4 أحبات مينة البيض مع قشور ليمونة قشور ليمونة ليس واضح بثاف لكن قشور ليمونة مع كأس و نصف من السكر و ملعقة صغيرة من الفاني نخفقهم هذا حتى يولي اللون فاتح ممكن تستخدموه فقط يديكم مشي شرط تعملوها هذا بالباطق خفقوها ملح حتى يولي اللون فاتح حوالي عشر دقائق و ثم نضربوا فيها حتى يولي اللون فاتح إذا ما كشور متوفر الباطق نضيف الآن كأس من الزيت و كأس من الحانب بنفس الكأس اللي بديت به نكمله به رشة من الملح كذلك أي كأس يكون عندكم متوسط نستخدموه مهم يكون نفس المقاس كذلك كأس من الفارينو الكأس اللي نستعملوه ساعته 200 مليلتر و ساشة من الخميرة الكيميائية لا تكترون الخميرة الكيميائية عملوا 10 قرام فقط لكي يكون من الضوء تحبنين في الآخر لأن الخميرة تكترون منها لا تكترون 10 قرام تكفي نضيفه الكأس الثاني كذلك من الفارينو هذا تدريجيا حتى نكمله و ضفت كذلك الكأس الثالث تكملته حتى يعني تخلي فيها ثلاث كؤوس من نفس الكأس اللي بديت به في الأول لساعته 200 مليلتر والسر اللي يخليها تخفيفها هو عاصر ليمونة في الأخير كامل يتكملون بالفارينو و ضيفو عاصر ليمونة إذا لم يكن لديكم توفر عاصر ليمونة ضيفو ملعقة كبيرة من الخل أي خل يكون لديكم أحمر أو البيض الذي كان الآن القالب ادهنته بالفارينو ادهنته بالزبدة عفوا ورشيته بالفارينو والفن يدخن على 180 درجة ملتحت فقط مباشرة ندخلها للفن حوالي 45 دقيق لا تفتحوش عليها الفن لكي لا تغبط الكومش لان لو فتحتوا الفن في الدقائق الأولى لها تغبط بعد ما مرت النسف ساعة أو تمرها عادة تفتحوا الفن انا لما شفت اخذت لون ذهبي في الجوانب عادة قدت عليها النار من فوق من النار تكون متوسطة حمار جوية وخرجتها وضعت لها رشاء من السكر هدية كانت وصفة اليوم نجربها بهذا المقادر انا دائما المقادر نخليهم لكم مكتوبين تحت في صندوق الوصف اذا عجبتكم من الكيكة وعملوا لايك واشتراك فعلوا الجرس لي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد الى فيديو اخر ان شاء الله اهدمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة